عجزة السعودية تجاه العبث الإماراتي في اليمن واكتفت الشرعية اليمنية ببيانات التنديد والمطالبة بوقف دعم أبو ظبي للمجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء التمرد مواقف فتحت حلقة جديدة من سلسلة المتاهة اليمنية أهدرت الطاقات وساعدت التمرد في الجزء الجنوبي من البلاد على تثبيت أقدامه وتصفية الساحة له أكثر من شهر على إسقاط عدن وأبيان وترد الحكومة منها بدعم إماراتي لا تزال الشرعية اليمنية تتسول الموقف السعودي الحاسم وتبحث عن الخلاص من أبو ظبي ففي الوقت الذي تراوق وترفض العودة عن انقلاب عدن والجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة اليمنية تذهب الإمارات نحو التصعيد وإفراغ جوهر وجود الشرعية في خطوة لتحقيق انقلاب كلي والسيطرة على كامل المناطق المحررة فشل حوار جدة أو بالأحرى لم يتحقق وحاولت السعودية الضغط على الشرعية للقبول بالأمر الواقع الذي فرضته أبو ظبي لكن مسؤولين حكوميين خرجوا ببيان مشترك دعوا فيه إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف وتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن البلاد وهي دعوة سبق إليها معظم اليمنيون في الداخل والخارج لم يتجهل البيان كشف جرائم أبو ظبي وانتهاكاتها التي بلغت ذروتها في السابع والعشرين من أغسطس الماضي على مشارف عدن وأبين مؤكدا على أهمية قيام الحكومة بمقاضات الإمارات في المحاكم الدولية يلخص البيان حالة الانسداد التي وصلت إليها مباحثات الرياض وجدة والاحتقان الحكومي إزاء الغرور الإماراتي كما يشير إلى الانقسام داخل الصف الحكومي فالمعروف أن الموقعين الثلاثة على البيان كانوا في طليعة الرفض الحكومي للممارسات الإماراتية وقدم معظمهم الدفاع عن مؤسسات الدولة أثناء التصعيد المسلح لحلفاء الإمارات في عدن غير مؤكد ما إذا كان الرئيس هادي وحكومته على دراية بهذا البيان أو منسجم معه لكن الواضح أن مؤسسة الشرعية المختطفة في الرياض لا تقدر على الإفصاح عن قناعاتها وليس بوسعها التمرد على خطوط الرياض المرسومة لها وإن بدت محتقنة ومحبطة